في مدينة بنغازي عبر الأقمار الصناعية علي أهلا بك أطلعنا على كافة التفاصيل طيلة الأسبوع الماضي في مدينة المارج نعم شهدت مدينة المارج مثلها مثل شقيقاتهم المدنة الوطن موجة من البلد وانخفاض في درجات الحرارة تصاحب ذلك انقطاع في ساعات متطاولة من الكهرباء توجد في المدينة أزمة كبيرة في البنية التحتية تحتوي على كثير من الحفر والمطبات التي لم تنجح حتى الآن شركة المرافق حتى تنجح المرافق العامة في إيجاد حالي هذه ورغم نجحها في رصف الطريق الخارجي إلا الطريق داخل الأحياء لا زال يعاني الكثير يعاني أهالي المدينة صعوبات كثيرة في التنقل بسبب الانهيارات المتشكلة في البنية التحتية مدينة المارج مثلها مثل غيرها تشهد أحيانا وجود لبعض السيولة توزيحها في المصارف منها مصرف الأهل الذي وزع ألف دينار أسبوعيا منها المصرف الأخرى توزع خمسمائة دينار على سبيل المثال مصرف الصحاري بمنطقة الميثة وزع مئة وأربعون دينار فقط يعني كيف سيتصرف المواطن بمئة وأربعون دينار هناك المارج سواء مدينة المارج أو شقيقاتها تعاني مثل ما تعاني كل المدن الأزمات في الكهرباء في الماء في البنية التحتية لا يوجد فرق ما بين المدن الليبية قد يعتقد البعض أن المارج لها أحداثية أو أكرمية عند الحكومة لكن لا يوجد اختلاف بينما هناك نقدر أن نقول أن هناك مدن تحصلت على مزايا أكثر من مدينة المارج نعم مرسلنا في المارج ومن هنا من غازية كنت معنا عبر الأقمار الصناعية علي رهجان شكرا لك